أكثر من خمسة عقود مضت على إطلاق معسكرات الحسين للعمل والبناء عشرات ألاف من الشبان والشابات شاركوا بإنشطة المعسكرات طيلة السنوات الماضية وهنا في عجلون تواصل مديرية الشباب عقد هذا الموسم بمشاركة 1200 شاب وشابة وهذه المرة مع مجموعة من الشابات للتعرف إلى مواقع سياحية وأثرية وإحنا جايين هون في مركز شابات الهاشمية عن مسارات سياحية وإحنا بنتعلم بهذه الأشياء تقوية الثقة واحترام من الرأي أنا عملي 16 سنة كل سنة بشارك في معسكر وبنكتشف مواقع جديدة وبنزور أماكن كثير حلوة وبنتعلم معسكرات حسين العمل والبناء منقوية حالنا بتطور مهاراتنا ونتعلم أشياء جديدة ونزور أماكن حلوة اليوم بزرنا قلعة عجلون أجينا بمسارات سياحية هيك إحنا كثيرا نتعلم مثلا عن أماكن الأردن نتعرف على جمال بلدنا تضم المعسكرات أنشطة مختلفة كالمبيت والأنشطة الرياضية وتدريبات عسكرية وأعمال تطوعية وتدريب على الحاسوب وعمال الدفاع المدني والمهن والأشغال لدوية والموسيقى الهدف من هذه المعسكرات إحنا دائما كل سنة يعني معسكرات الحسين والعمل والبناء في عندنا معسكرات مدير إلى مديرية الشباب في عندنا معسكرات للوزارة في عندنا معسكرات للمراكز الشبابية الهدف منها تنمية تروح الإبداع والمهارة عند المشاركات أو المشاركين تشهد نشاطات معسكرات الحسين إقبالا عاما تلو الآخر وتتاح المشاركة في المعسكرات للشباب والشابات في الفئة العمرية 12 إلى 24 سنة من عضاء المراكز الشبابية وطلبة المدارس الأساسية والثانوية وكليات المجتمع والجامعات معسكرات الحسين وأي نشاطات مشابهة تبرز المواهب الشبابية وتعمل على سقلها وتساعد الشباب على موكبة التطورات التكنولوجية إضافة إلى توفير الفرص للالتقاء والتعارف والتأمل والتعليم الذاتي وبناء العلاقات أسامة الممني المملكة أجلون